السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنوية عامة تعال اقرب معي كده في الفيديو ده هتسمع كل اللي انت نفسك تسمعه يا طرى امتحانك شكله ايه ايه الشكل النهائي اللي امتحان سنوية العامة تب انت قول سنوي تعال برضه هيعجبك الفيديو ده وقول سنوي تانية سنوي تالت سنوي ايه اللي امتحانات للصفوف التلاتة الكتروني ده الكلام اتقال وما زال بيتقال من السنة اللي فاتت وما بيتمش بس احنا هنمشي مع الدكتور طارق واحدة واحدة امتحاناتك ايه سيدي امتحانات اولى والتانية والتالتة كلها الكتروني تب الاسئلة اختيار من متعدد مفيش اسئلة مقالي ايوه مفيش اسئلة مقالي تب مين اللي قال الكلام ده مصدر داخل وزارة التربية والتعليم وقالك الوزارة استقرد بشكل نهائي على شكل امتحان السنوية العامة للصفوف التلاتة تب يباشا يعني ما فيش اي اسئلة مقالية في امتحان السنوية العامة اولى والتانية والتالتة او اي امتحانات ورقي قال لك هنستبعد كل الكلام ده لا في اسئلة مقالية ولا في امتحان ورقي تب المصدر ده صرح فين قال لك صرح في بوابة الاهرام يعني بوابة حكومية قال لك امتحانات السنوية العامة لا تغيير في شكلها او طريقتها وجميعها تعمل على اسئلة من اختيار من متعدد تب ايه كمان بتقيس الفهم ولا وديك التعلم اه يعني معناها ان الاسئلة مقالية لك اهو لن تكون اسئلة مقالية تستدعي للتصحيح اليدوي يعني ممكن بابل شيت طيب ايه كمان قال لك تصحيح امتحانات الصفوف التلاتة الكتروني وما فيش نية خالص لي الاستعانة بعناصر بشرية في ذلك وما حدث في امتحانات تلتة سنوي السنة الماضية او الصيف الماضي هيتم تعميمه على اولى والتانية والتالتة من حيث الطريقة والاسئلة والهدف والشكل والتصحيح ولا نية لاي اسئلة مقالية ولا تصحيح يدوي ده كان خبر عاجل سريع جدا من وزارة التربية والتعليم او الشكل النهائي لامتحانات التلاتة صفوف اولى والتانية والتالتة استعدهم وان شاء الله خير وهنتابع معكم لحظة بلحظة اخبار التعليم من داخل وزارة التربية والتعليم شخصيا ومن داخل مكتب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي هتبعني على صفحتنا على الفيسبوك يحدث في التعليم هتبعني على اليوتيوب اجيال اندلس تيفي و اجيال اندلس هتبعني على التيكتوك اجيال اندلس هتبعني في كل مكان هتلاقي اجيال اندلس كان معكم اسامة رزق مؤسس اجيال اندلس في امان الله اشتركوا في القناة